المخدرات والسلاح المنفلت قرنان باتا متلازمين في المجتمعات العراقية على الرغم من سطوة الأجهزة الأمنية على التجار والمتعاطين وحامل السلاح غير المرخص بعد أن هذين الشقيقين ما يزالان ينفذان أجندتهما ما دعا عددا كبيرا من وجهاء العشائر إلى الاجتماع والذهاب بتوعية شرائح المجتمع يقل هذا الموضوع المخدرات عن خطورته عن السلاح المنفلت صراحة اليوم هذا يعمل على تهديم إسراء لأنه يكون في حالة لاوعي ويعمل على خلق مشاكل وأيضا أزمات داخل البيت والنسيجة المجتمع إن شاء الله اليوم بجهود كل الخيرين وعمل جهود الحكومة إن شاء الله يتم القضاء على هذه الآفة التوعية بالخطورة هذه الممارسة الخطوة الثانية فسح المجال أمام المدمنين التوعية بفقرات القانون يعني اللي يجي يسلم نفسه ويعيش بما صح لمكافحة الإدمان راح يكون آمن من العقوبة القانونية وبالإضافة إلى ذلك مساعدة على تجاوز المحنة اللي هو به ضوابط سنها أغلب شيوخ العشائر ورفعوها لوزارة الداخلية حول السلاح المفلت تقضي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومعاقبة من لا يلتزم بالقانون مقترح هو شراء السلاح المتوسط والثقيل من المواطن العراق من أجل لا يعتفض به شراء ومن ثم تحذير شيوخ العشائر من أن هذا السلاح عندما يخرج يحاسب شيخ العشيرة وصاحب السلاح من أجل أن تكون نعم وأخذ به والآن الحكومة رصدت المبالغ وبدأت تشتري السلاح المتوسط والثقيل الاعتماد على المعلومة الاستخبارية التي يقدمها المواطن حول المخدرات وأماكن تجمع الأسلحة غير المرخصة فضلا عن توسيع المحاضرات التثقيفية في الأحياء الفقيرة وفتح مصحات لمدمنين مخدرات معطيات قد تنعكس إجابا على المجتمع البغدادي خصوصا وباقي المدن العراقية برحمة المحمود آي نيوز بغداد